بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر مبادئ الإدارة اليوم بإذن الله سننتقل لموضوع جديد نتحدث فيه عن زيادة فاعلية الإدارة لكن كما اعتدنا قبل أن نبدأ في الدرس دعونا نستذكر الدرس الماضي أو السابق والذي كان بعنوان الإدارة في القرن الحادي والعشرين في هذا الدرس تحدثنا عن عدة عناصر أولا بدأنا بالتغيرات والتحديات التي يواجهها المديرون ذكرنا أن عالم الأعمال يتميز أو عالم الأعمال حاليا يتصف بالتغير المستمر وفيه ثلاث سمات ذكرنا ذكرنا يتواتر التغير بسرعة ذكرنا هناك تغير سريع نظير التقنية نظير التغيرات في البيئة المحيطة في العمل وبالتالي هذا يؤثر على الأعمال ذكرنا وجود تقنيات متغيرة تكنولوجيا جديدة تتغير بشكل مستمر لذلك يحدث هذا التغير وذكرنا أيضا تسبب مجموعة التغيرات التي يجب التعامل معها في نفس الوقت كثيرا من التحديات ذكرنا التغير لا يحدث في مجال واحد وإنما في كل المجالات لو نظرنا إلى التقنية لو نظرنا مثلا إلى حياة العامل أو ما يتعلق في حياة الشخصية كذلك في التقنيات في العمل التعامل مع الأجهزة التعامل مع الأشخاص كل ذلك يتغير هناك أساليب استراتيات جديدة تقنيات جديدة وبالتالي التغير ليس في العمل فقط وإنما في جميع الجوانب وبالتالي هذا يجعل هناك تحدي على الإدارة تحدي على الأشخاص في إنجاز الأعمال أخيرا ذكرنا السمة الثالثة غالبا ما يترك التغيير أثرا كبيرا كل تغيير يحدث أثرا كبيرا ذكرنا ذلك حينما كان بداية العصر أو بداية العالم الثورات الصناعية وما قبل الثورات الصناعية كان هناك اعتماد على الحرف أو الأعمال يدوية بعد أن حدث هناك تغير بالتقنيات أصبح هناك آلات وتطورت هذه الآلات إلا أن وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي والرجل الآلي وغيره وبالتالي نلاحظ تغيير كبير في الإنتاج في التقنيات في التعامل في مستوى الإنتاج في مستوى الخدمات وجودتها كل ذلك حدث بسبب التغير أيضا ذكرنا على مستوى التغيير في المملكة نلاحظ المملكة ما قبل الرؤية وبعد الرؤية هناك تغير ذكرنا هناك تغير على مستوى تنوع الاقتصاد على مستوى الأنظمة على مستوى الطموحات الأهداف كل ذلك حدث بسبب وجود تغيير وبالتالي هذا التغيير بإذن الله سيكون مفيد للمستقبل إذا ما تحدثنا عن رؤية المملكة 2030 أيضا ذكرنا يؤثر التغيير على المديرين المدير هو عنصر من هذا العالم وبالتالي كل ما يحدث من التغيير سيؤثر عليه وذكرنا أبرز التحديات التي يوجهها المديرون في أربعة عناصر اختصرنا في العاملون اختلف أسلوب العاملون اختلف طريقة تعاملهم مع المعطيات اختلفت حتى قدراتهم نظير التعلم المختلف عن السابق تعلموا أو تدربوا على تقنية جديدة على تكنولوجيا لم تكن موجودة في السابق وبالتالي أيضا اختلفوا ذكرنا أيضا العمل اختلفت طريقة العمل أصبح هناك العمل عن بعد أصبح هناك بإمكان الشخص أن ينجز عمله خارج أسوار المنظمة وخارج أسوار المكاتب وبالتالي هذا التغيير يتطلب استراتيجيات أو طرق وأساليب للتخطيط للتنظيم للرقابة لمتابعة الموظفين بالطرق التقليدية لن نستطيع متابعة موظف يعمل من الخارج ذلك لجأنا إلى التقنية وإدخالها في عملية الرقابة والتخطيط ذكرنا أيضا المنافسة والتقنية فيما يتعلق في المنافسة ذكرنا أصبح هناك تنافس ماذا؟ بالتأقيد كبير نظيرا الكل متوفرة لديها تقنية الجميع لديه مقومات للنجاح وبالتالي يستطيع أن ينافس ولذلك نشاهد المنافسة في الشركات على أشدها في جميع المجال نظرنا لقطع الخدمات وقطع المنتجات نجد العديد من الشركات العديد من النظمات تعمل في نفس المجال أو متشابهة وهناك بعض الاختلافات البسيطة وهذا يجعل هناك تنافس لذلك المنظمات تحاول أن تتميز لكي تأخذ حصة أكبر في السوق ذكرنا ذلك في هذا الدرس أيضا ذكرنا التقنية أصبح هناك تقنية متغيرة سواء في تقنية أداء العمل أو مراقبة العمل أو حتى الاعتماد على اتخاذ القرار من خلال البيانات أصبح هناك أجهزة تدعم المدراء في أخذ البيانات في تحليلها وحتى في مساعدة المدير على اتخاذ القرار الصحيح بناء على التحليل الذي تجريه هذه التقنيات أيضا ذكرنا في آخر هذا الدرس تطوير استراتيجية الإدارة ذكرنا كل منظمة ترغب بتطوير استراتيجية إدارتها لابد أن تنظر من عدة زوايا أولا من حيث المنظمة المنظمة نوعها هناك منظمات تعمل في قطاع خاص أو حكومي أو شب حكومي أو ربحي أو غير ربحي حجم منظمة هل هو كبير صغير هل هي شركة متعددة الجنسيات الموارد لمنظمة هل هي كبيرة هل هي قليلة وهذا يجعلها تأخذ الاستراتيجية المناسبة كذلك أنواع الوظائف لديها وظائف تعتمد على مثلا الجهد العضلي أو الجهد الذهني هل لديها معدات تقنيات مواقع العمل خصائص العاملين الذين يعملون في المنظمة ما هي صفاتهم ما هي قدراتهم ما هي أمكاناتهم كل ذلك سيجعل الاستراتيجيات مختلفة من منظمة لمنظمة بسبب هذه الخصائص الإدارة وبيئة العمل منهج الإدارة رؤيتها تفكيرها وذكرنا أن الإدارة اختلفت هناك نظريات هناك من يتبع الإدارة السلوكية هناك من يتبع الإدارة التقليدية هناك من يتبع الإدارة العلمية أو تنظيمية وبالتالي منهج الإدارة الذي تنهجه سيؤثر فيه اختيار أو تطبيق الاستراتيجية مستويات الإدارة قد يكون لديه أكثر من مستوى أو مستوى واحد إذا كانت إدارة أو منظمة صغيرة عدد المدينين كم عددهم في هذه المنظمة مسؤوليات الإدارة هل لديها صلاحيات كبيرة أم لا كل ذلك بالتأكيد سيؤثر على تطوير أو اختيار أو تطبيق استراتيجية الإدارة بيات العمل خصائص القطاع فمثلا قطاع الزراعي العليم وبالتالي أيضا استراتيجيات ستختلف لا يمكن أن نطبق استراتيجية في منظمة تعمل في الزراع على منظمة تعمل في قطاع الصحي هناك اختلاف كذلك المنافسة هل يوجد منافسة حجم المنافسة كل ذلك سيؤثر نحن ذكرنا إذا لم يكن هناك منافسة قد تضع المنظمة استراتيجية من خلال الأسعار مرتفعة لأن لا يوجد منافسة أما في حالة منافسة قد تقلل الأسعار وبالتالي تتغير استراتيجيتها الإطار السياسي القانوني الأنظمة استقرار في هذه الدولة عدم الاستقرار كل ذلك سيؤثر بالتأكيد العوامل الاجتماعية العادات والتقاليد كل ذلك مؤثر في المنظمات وتطوير استراتيجيتها هذا ما تحدثنا عنه بشكل مختصر في الدرس السابق اليوم بإذن الله ننتقل لدرس جديد وهو زيادة فاعلية الإدارة لدينا ثلاثة أهداف بإذن الله الهدف الأول هو تحديد ثلاثة أدوار مهمة يؤديها المديرون الناجحون في المنظمة سنتحدث عن هذه الأدوار بشكل مفصل تفسير طريقة استخدام المديرين للموارد لتنفيذ عمل المنظمة أيضا سنتحدث عن ذلك وأخيرا سنتحدث عن المبادئ المتفق عليها للإدارة وبإذن الله سنشرحها لدينا ما يسمى بالدور الإداري ولدينا مبادئ الإدارة سنتحدث عن هذه المصطرحات الرئيسة في هذا الدرس قبل أن نبدأ في الدرس دعونا نأخذ درس من الواقع حالة ونأخذها ونفكر فيها بعد ذلك ننطلق بإذن الله في درس اليوم ما المطلوب؟ لدينا تقدمت نورة إلى منصب إداري في المنظمة التي تعمل بها إذن نورة تعمل في منظمة وأصبح هناك منصب إداري شاغر تقدمت إلى هذا المنصب ترغب أن تكون مديرة في هذا المنصب وطلبت من صديقتها سارة أن تساعدها في الاستعداد للمقابل نحن نعلم أن كل منصب يتطلب أو كل وظيفة مقابلة قبلها سيعقد المسؤول مقابلة مع المرشح لكي يتأكد من سلامة أو من اختياره في هذا المنصب أو أنه مناسب لهذا المنصب سارة سألت نورة ما هم إسهام ستقدمينه للمنظمة بصفتك مديرة؟ إذن ما هو رؤيتك؟ أو ما الذي توعدين فيه لكي إذا أصبحت مديرة؟ إذن تسأل نورة نورة أجابت سأحرص على حث الموظفين الذين سأديرهم على العمل كفريق إذن ستعمل أو تحث الفريق العمل على أن يعملون وتعاونوا مع بعضهم كفريق وحاليا تربطني علاقة جيدة بكل زملاي إذن هذا يجعلها لديها مهارات في التواصل وبالتالي قد تستطيع النجاح بالتأكيد وفي كثير من الأحيان يتم اختياره لقيادة مشروعات خاصة إذن لديها نورة صيفات القيادة سابقا تعمل كقائدة وليس بالضرورة كما ذكرنا أن تكون مدير لكي تعمل في مثلا بعض المهام أو الوظائف ذكرنا بعض الموظفين قد يؤدي دور المدراء أو مدير ذكرنا ذلك سابقا حينما تحدثنا عن مستويات الإدارية وأظن هذا ما تقوله نورة أظن أن المنظمات تحتاج إلى مديرين يستطيعون حث الموظفين على العمل جيدا وتجنب المشكلات إذن رؤية نورة اتضحت لنا أنها تعمل على التحفيز والحث وذكرنا هناك وجهات نظر في الإدارة قد يرى بعض المدراء أو مديرين أن الموظفين يعملون من خلال العقاب والمتابع والبعض يرى أنه من خلال الحث والتحفيز إذن نورة ترى أنه من خلال الحث الموظفين سيعملون جيدا ونتجنب المشكلات ثم قالت سارة ردت سارة على نورة التي تبحث عن الترشيح لهذا المنصب وافق على أن منظمات ترغب في أن يؤدي الموظفون عملهم جيدا إذن كل منظمات عادة هي تبحث أن يؤدي الموظف عمله على أكمل وجه إلا أن كثيرا منها تهتم بتحقيق الأرباح إذن عادة المنظمات الربحية بالتأكيد يكون لها أولوية تبحث عن الربح بشكل أكبر وبالتالي تسأل سارة نورة ألا تظنين بأنه من الأفضل تعيين المنظمة أو أن تعين المنظمة مديرا يجيد التقييد بالميزانية والتحكم في التكاليف إذن بحكم أنها منظمة ربحية سارة تتحدث مع زمية نورة تقول هل من الأفضل أن تبحث المنظمة عن مدير يتقيد بالميزانية ويكون لديه قدرة على تقليل أو التحكم في التكاليف أجابت نورة قد تكونين محقة يا سارة فبعض المديرين يتعاملون حصرا مع عدد صغير من المنظفين ومع ذلك ينبغي لجميع المديرين أن يتقيدوا بميزانياتهم وأن يساعدوا المنظمة في تحقيق الربح هنا بالتأكيد يتعين تساؤل مهم جدا وهو هل المنظمات التي تبحث عن الربح هل يجب عليها فقط أن تبحث الربح أو أن تنظر في عوامل أخرى مثلا العاملين وقدراتهم وامكاناتهم وأيضا حقوقهم الشخصية وبالتأكيد هذا ما نتحدث عنه بإذن الله في كيف نجعل المنظمة ذات زيادة في الفاعلية ما رد فعلك كيف تجيب على السؤال الذي طرحته سارة بها أهم إسهام يمكن أن يقدمه المدير للمنظمة نحن نتحدث عن الحالة وذكرنا هذه لتجعلنا نفكر في الوضع لدينا منظمة تبحث عن الربح وقدمت لها نورة لكي تكون مديرة وصارت تسألها بعض الأسئلة لكي تستثيرها وتعرف ما هي وجهة نظرها نحن هنا نتحدث عن إسهام هل لأفضل إسهام أن تجعل المنظفين يعملون لكي نحقق أكبر ربح أم نعمل وفق فريق ونتعاون لكي أيضا نحاول أن نزيد الأرباح بالتأكيد بالتأكيد هناك نظرات مختلفة إذا نظرت المنظمة إلى الربح فقط قد تقع في أخطاء أو مشاكل أو تقع في عقبات وبالتالي لابد أن توازن وهذا ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق في استراتيجية الإدارة لابد أن تنظر في عدة جوانب منها العمل منها المنظمة منها القطاع وخصائص القطاع كذلك البيئة المحيطة والقوانين لا يمكن أن تعمل بمعزل عن هذه العوامل وأيضا سنوضح ذلك وسنجيب على هذا التساؤل من خلال ثنائي هذا الدرس الأدوار الإدارية أجرى علماء الإدارة دراسة على مستوى المديرين الناجحين بحثا عن العوامل التي تميزهم عن غيرهم إذن قاموا بدراسة أكثر من مدير ليبحثون كيف يتميزون عن بعضهم البعض ممن لا يحققوا النجاح وعند مراقبة جداول العمل اليومية أو الأعمال اليومية لهم استطاع العلماء أن يحددوا أهم نشاطات المديرين الناجحين وصنفوها على ثلاثة أدوار إدارية يمكن القول أن المديرين الناجحين يجدون التواصل أول دور دور الآخر بناء العلاقات الدور الثالث وهو اتخاذ القرارات إذن الذي يميز مدير عن مدير هو قدرة على التواصل الجيد الفعال وقدرة على تكوين وبناء العلاقات مع الموظفين أو القطاع أو العملاء أو غيرهم وأيضا قدرة على اتخاذ القرار هناك بعض الأشخاص يتردد هناك بعض الأشخاص قادر على الصناعة واتخاذ القرار وبالتالي إذن هذه الأدوار الثلاث ستكون بإذن الله محور الحديث ونفصل فيها نبدأ قبل أن نبدأ بالدرس دعونا نعرف ماذا نقصد بالأدوار الإدارية قد يلجأ بعض المديرين إلى التهديد والعقوبة لتحفيز العاملين وهذا ما ذكرناه في بداية الدرس هناك بعض المدراء يعمل على التهديد والعقوبة يهدد المنظفين سيتم خصم مثلا أجر اليوم أو من المكافأة وعدم منحك مكافأة أو خصم مثلا راتبك وبالتالي كل ذلك من خلال التهديد لكي يجعل المديرين أو يجعل المنظفين يعملون دون أخطاء أو دون تأخير وغيره لكن في حين تنجح هذه الأسالي في بعض الحالات إذن ليس بالضرورة أن تفشل قد تنجح وقد تفشل هذا الأسلوب وهذا يعتمد كما ذكرنا على أسلوب العمل أو أسلوب طبيعة العمل وأسلوب العاملين وخصائصهم وغيره إلا أنها لا تتمتع بالفعالية دائما فيمكن أن يتم إنجاز العمل بطريقة سيئة بمعنى المنظف يعمل بطريقة سيئة لأنه خائف مثلا من التهديد أو العقوبة وبالتالي قد لا يطبق معايير الجودة التي ذكرناها أنها في الإدارة العلمية التي تتحدث عن الجودة أن العمل يتم وفق معايير محددة في كل مرة وفي أول مرة وفي كل مرة ماذا نقصد بالدور الإداري؟ هو مجموعة من النشاطات التي تشكل حيزا مهم من وظيفة المدير إذن مجموعة تشكل عمل المدير وبالتالي نطلق عليه الدور الإداري إذن دور الإدارة هو مجموعة من النشاطات تشكل حيز مهم من وظيفة المدير إذن يؤديه بشكل مستمر كوظيفة لهذا المدير نبدأ في الأدوار لدينا المتواصلون أو ما أسميناه سابقاً بالعلاقات أو التواصل وكذلك بناء العلاقات وأخيراً صناع القرار إذن أدوار إدارية المدير لديه قدرة في التواصل أو مهارات الاتصال أو ما تسمى بالمهارات الناعمة ولديه بناء أو بنات العلاقات وصناع القرار إذن هذا هو دور المدير وبالتالي لا بد أن يوازن فيما بينها لكي ينجح في عمله وهذا ما لخصته كما ذكرنا الدراسة التي تم إجراؤها نبدأ بالمتواصلون ماذا نقصد بالمتواصلون؟ جميل من الاتصال ومهارات الاتصال دور المدير عند التواصل ينبغي أن يتأكد من جميع المعلومات المهمة من جمع المعلومات المهمة واستخدامها بطريقة مناسبة ومشاركتها من يحتاج إليها إذن المدير تأتي معلومات يتأكد منها يجمعها بالطريقة الصحيحة بعد ذلك يتواصل وذكرنا أيضاً في دروس سابقة أو في مقررات سابقة أن مهارات الاتصال هي قد تكون سبب رئيسي في نجاح المدراء أو المدير ذكرنا ذلك في مقدمة في الأعمال، العلاقات الشخصية أو غيره المدير حينما يتيه معلومات لابد أن يتأكد ويجمع معلومات صحية بعد ذلك يتواصل مع الموظفين، مع المدراء في الأقسام الأخرى ويتواصل معهم حول هذه المعلومات، يتأكد ومن ثم يستطيع التواصل إذا كانت هذه المعلومات مغلوطة بالتأكيد سيكون التواصل مبني على معلومات مغلوطة وبالتالي لن ينجح في عملية الاتصال كذلك يحدد المديرون أهم مصادر المعلومات ويحافظون على قنوات تواصل كثيرة إذن ما هي المعلومات المهمة؟ من أين نأخذ هذه المعلومات؟ أيضا لابد أن يكون لدينا تواصل مفتوح أو نسهل عملية الاتصال مع الموظفين ذكرنا في السابق قد يكون التواصل صعب وهذا من معوقات الاتصال في السابق الآن منظمات تنهج التواصل المفتوح الذي يكون الحوار بين المدير والموظف بشكل أوسع بشكل تلقائي ودائم ومستمر والقنوات سهلة وميسرة للموظف لكي يتواصل مع الإدارة أو المسؤولين وبالتالي يسهل عملية الاتصال وهذا ما يجعل المدراء الناجحون أن لديهم قنوات التواصل كثيرة يستطيع الموظف وكذلك العملاء الوصول لها يجب أن يتحدث المديرون بشكل منتظم وواضح مع الأفراد داخل المنظمة وخارجها يجب أن يكون هناك طريقة واضحة قد تكون مجدولة زمنيا مرتبة ومنتظمة وواضحة للأفراد إذا أراد الشخص التواصل أو المدير التواصل قد يكون قنوات سهلة مثلا كالإيميل البريد الإلكتروني أو الاتصال أو غيره أو التطبيقات أو المحادثات المباشرة كل ذلك يجعل التواصل بشكل أسهل إذن هذا دور المديرون أو المديرين عند التواصل يتأكدون من جمع المعلومات ويحددون أفضل أو أهم المصادر ويحافظون على وجود قنوات وأيضا يكون التواصل منظم وغير عشوائي وبالتالي واضح للأفراد داخل المنظمة وحتى خارجها هذا بالتأكيد بدوره يجعل المدير المتواصل ناجح في عمله كذلك لو تسألنا حول التواصل جزء مهم من عمل المديرين ما المشكلات التي قد تنجم عن التواصل غير الفعال لو افترضنا أن لدينا منظمة يوجد فيها تواصل غير فعال يوجد تواصل ولكن غير فعال نحن ذكرنا ثلاث نقاط سابقا ذكرنا المدير يجمع المعلومات ويتأكد من صحتها بعد ذلك يتأكد من أهم بصادر المعلومات وأيضا وجود القنوات الاتصال الكثيرة المناسبة وأخيرا أن هناك عمل منظم في التواصل والكل يعرف سواء أفراد داخل المنظمة المنظفين أو حتى من خارج المنظمة إذا لم توجد القنوات الكثيرة والسهلة ووجود عوائق في الاتصال مثلا عدم وجود وسيلة للتواصل الموظف مع مدير أو وجود قناة واحدة قد تكون صعبة الوصول إليها كذلك عدم وجود جدولة في التواصل متى يتواصل الموظف ما هي الطريقة المناسبة ما هي الأوقات المناسبة ما هي رغبات المدير مثلا في التواصل كيف يتواصل المموظف معه كل ذلك سيجعل التواصل غير فعل ولكن حينما توضح حينما يكون هناك قواعد واضح الموظف متى يتواصل وكيف يتواصل ما هي أسهل وأسرع الطرق كيف يحصل على المعلومة كل ذلك بالتأكيد سيجعل التواصل فعل إذا لم يحدث هذا التواصل بالتأكيد قد يكون هناك ازدواجية في العمل قد يكون هناك عشوائية قد لا يستطيع الموظف تحقيق أهداف أو التعامل مع المشكلات ومثلا إذا كان لدينا عميل لا يستطيع التواصل مع الموظف أو كذلك الموظف لا يستطيع التواصل مع المدير بالتأكيد سيكون هناك عدم رضا وبالتالي سيؤثر عن تاجية سيؤثر على العمل وإذا كان بالتأكيد مع العمل سيؤثر على ولائهم ورغبتهم بالاستكمال أو الاستمرار مع هذه المنظمة إذن مشكلات متعددة وكثيرة في عملية التواصل نرى كثير من الموظفين يقوم بالاستقرار في وظيفة ولا يفضل الانتقال نظير أن المدير لديه تواصل فعال معه يعرف ماذا يريد يتواصل معه دائما يبحث عن تطويره رغباته وبالتالي إذن التواصل قد يؤثر حتى على ولاء الموظفين وانتمائهم لذلك التواصل مهم جدا فإذا حدث تواصل غير فعال أو عدم وجود القنوات المناسبة بالتأكيد سيؤثر على العمل وسيؤثر على انتاجية وأهداف المنظمة بنات العلاقات أيضا المدراء يبنون العلاقات الإنسانية ولهم أو مع الموظفين أو حتى خارج العمل ودور المديرين عند بناء العلاقات أولا يمثل مديرون منظماتهم إذن المدير دائما يمثل المنظمة ويحافظون على علاقات فعالة مع الآخرين إذن المدير حينما يعمل هو يمثل المنظمة وبالتالي يجب أن يتقيد بالتعليمات والضوابط التي تجعله يمثل المنظمة بالشكل الصحيح وأن تكون هذه العلاقات فعالة مع الآخرين نقصد بالآخرين سواء من يعمل في المنظمة أو من المنظمات الأخرى قد يكون لدينا شراكة مع منظمات أو جهات أخرى أو حتى العملاء في خارج المنظمة أو حتى المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها ضمن المنظمة أيضا يعمدون إلى إعداد بيئة إيجابية ومحفزة إذن دور المدير أن يهيئ لبيئة إيجابية داخل المنظمة وبالتالي تساعد في النجاح المنظفين واستمرار عطائهم وأن يكونوا محفزين على العمل أيضا يتفاعلون بشكل جيد مع فرقهم ومع باقي المديرين إذن كل مدير لديه فريق يتعامل معهم بشكل جيد يعرف ماذا يريدون يلبي رغباتهم وبالتالي يسهل لهم العمل وأيضا يتعامل مع بقية المدراء أو المديرين في كافة الإدارات وبالتالي يكون العمل تكاملي لكي تنجح المنظمة يساعدون موظفين على التطور إذن يحث الموظفين على التطور يعرف ما الذي يحتاجون وبالتالي يوظف لهم القدراء أو البرامج التدريبية المناسبة يهتم بحل الاختلاف في وجهة النظر في العمل عادة قد يكون لك اختلاف في وجهة النظر ما بين العاملين وبالتالي دور المدير هو تبسيط العمل وبالتأكيد يحفزهم على الاستمرار في أعمالهم ناتل الدور الثالث وهو صناع القرار دائما ما لهم دور وبالتأكيد في صناعة واتخاذ القرار وبالتالي هم يطلعون باستمرار على الفرص الجديدة يبحثون ونحن ذكرنا سابقا عادة يقضون المدراء في التخطيط أكبر وظيفة من وظائف الإدارة من غيرها مثل التنظيم أو التوجيه أو الرقابة وبالتالي يقتلصون الفرص من خلال التخطيط ويبحثون عن تحسين العمل والموظفيين وتطويرين أيضا يحددون أفضل الطرائق للتخصيص الموارد لدينا موارد كيف نوظفها بأفضل طريقة وبالتالي نستفيد منها بأفضل قدر ممكن لكي ننجح في عملنا وتلبية حاجات أو احتياجات المنظمة أيضا يحلون مشكلات يدرسون مشكلات سواء داخل العمل خلافات أو مشكلات فنية في العمل يدرسون ويجدون الحلول لها من خلال أيضا تقرير التكاليف وزيادة الأرباح مثلا في المنظمات الربحية يتخذون الإجراءات التصحيحية في حال حدوث أخطاء لديهم خطة تصحيحية لجميع الإجراءات وبالتالي يكون لديهم خطط بديلة في إنجاز العمل أيضا يقدرون الناجحون أو الناجحين ويكافئون الموظف الناجح يكافئ يقدر يقدر له الشكر والتقدير يقدر له المحفزات لكي يستمر في النجاح وبالتالي هذا ما يجعلهم صناع قرار ولديهم القدرة على صناعة القرار واتخاذه نظير ما يتمتعون به من صلاحيات وأيضا من مهارات وإمكانيات إذا نأتي لملخص درس اليوم تحدثنا فيه عن الأدوار الإدارية وذكرنا أول عناصر هذا الدرس وهو زيادة الفاعلية الإدارة ذكرنا أن المديرون الناجحون بعد دراسة خصائصهم توصلوا علماء أنهم متواصلون أنهم بنات للعلاقات وصناع قرار ذكرنا متواصلون لديهم قدرة في الاتصال عالية لديهم قدرة على تكوين العلاقات والمحافظة عليها وبناء علاقات إيجابية وأيضا قادرين على صناعة واتخاذ القرار في الوقت المناسب إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته